أخونا يقول أنا تزوجت من ابنة عم لي وقد أنجبت لي طفلين وبعد عدة سنوات من الزواج علمت أن زوجتي قد رضعت من امرأة أجنبية أنا قد رضعت منها وهذه المرأة التي أرضعتنا أنا وزوجتي هي أجنبية عني وعن زوجتي ولا تمت إلينا بصدق علما بأن الرضاع لم يكن في حول واحد بل كان في حولين مختلفين فما الحكم في هذا جداكم الله خيرا والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إذا ثبت أنك وزوجتك رضعتما من امرأة واحدة كل منكما رضع خمس رضاعات الحولين إنكما تكون أخوين من الرضاعة وبناء على ذلك فإنها لا تحل لك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لقوله صلى الله عليه وسلم تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة وهذا مذكور في قوله تعالى أما ذكر المحرمات قال وأخواتكم من الرضاعة ولكن إثبات هذا والنظر فيه يحتاج إلى نظر القاضي راجعوا المحكمة الشرعية لتنظر في ثبوت الرضاع وتحقق شروطه ثم القاضي يحكم بما يراه موافقا للوجه المشروع إن شاء الله نعم نعم